أهلا بكم من جديد في منشتات سودانية الآن إلى الفقرة التحليلية أرحب فيها بضيفي الأستاذ حيدر المكاشف الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مرحبا بك مرحبا أستاذ محمد عثمان وبمناسبة إطلال التك الأولى تحديدا في هذا البرنامج يعني أتشرف أنا بأن تبدأ معي أول إطلالتك في هذا البرنامج منشتات سودانية أنا اللي أتشرف ومرحب بالمشاهد الكريم مشاهد سوداني 24 عموما ومتابع برنامج منشتات سودانية تحديدا مرحبا بك إذن أهلا بكم إلى هذه الجولة التحليلية والبداية من اليوم التالي ومنها نقرأ السودان يسمي الوجود المصري في حلايب بسلطات الاحتلال أوضع السودان إختارا لدى الأمم المتحدة في يوليو الحالي سمى فيه الوجود مصر في مثلث حلايب بسلطات الاحتلال المصري ورفض الاعتراف بأي حقوق لطرف ثالث بناء على تصرفات القاهرة وأكد إختار وزارة الخارجية السودانية للأمم المتحدة المؤرخ في السادس من يوليو الحالي بحسب سودان تيربيون عدم اعتراف الخرطون بالوجود العسكري المصري وكافة أشكال السيادة المصرية الحالية في مثلث حلايب باعتبارها احتلالا غير شرعي وترفض كافة الممارسات وأعمال السيادة من جانب مصر في حلايب برا وبحرا وكافة إعلانات مصر بهذا الخصوص وتابع الإختار الذي جاء ردا على إعلان أو دعته مصر لدى المنظمة الدولية في الرابع من مايو الماضي كما لا تعترف حكومة السودان بأي حقوق لطرف ثالث بناء على تصرفات مصر على أساس وضع الاحتلال الحالي أستاذ حيدر لأول مرة السودان يضع في مضابط الأمم المتحدة ويصف مصر بالاحتلال كيف تقرأ هذا الخبر؟ نعم من سياق هذا الخبر واضح جدا أن الحكومة السودانية قررت أن تمضي بملف حلايب إلى آخر الشهر خلافا لسنوات السابقة حين لم تكن تحبز في كثير من الأحيان إسارة هذا الملف بدعوة الحفاظ على العلاقات وعدم تعكيرها وعدم توتيرها نعم حتى نحن في الصحافة أحيانا كنا نمنع من تناول قضية حلايب الآن واضح جدا وبهذه التسمية الواضحة تؤكد الحكومة أنها ستمضي بملف حلايب إلى نهاية الشهر وحقيقة موضوع الطرف الثالث هو يعود للاتفاقية التي وقعت العام السابق حوالي في شهر أبريل من العام السابق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين في المفاوضات الأولى التي سبقت التوصل لصيغة نهائية للاتفاقية والتوقيع عليها هذه المفاوضات الجانب المصري أدخل فيها مسلس حلايب ضمن المفاوضات في مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المملكة وجمهورية مصر الاتفاقية طبعا في النهاية أفضت إلى رجوع جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية بموجب هذه الاتفاقية الواضح أنه وقتها في أعقاب هذا التوقيع مباشرة طالعنا تصريح للسفير السعودي في مصر قال فيه أن حلايب مصرية تحت الإدارة السودانية وواضح جدا أنه في تلك المفاوضات بعض المعلومات التضليلية الغير صحيحة تزج بها الجانب المصري في المفاوضات بينها وبين المملكة السعودية هذه المعلومات الغير صحيحة والمعلومات المضللة تقول والتي استند عليها السفير المصري وقتها وحتى ربما الجانب السعودي الذي شارك في مفاوضات الاتفاقية التي بموجبها عدد تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية هذه المعلومات تقول وهي يعني يتبنىها الجانب المصري تقول أن حلايب في اتفاقية عام 1899 حلايب تابعة لمصر وترسيم الحدود وقتها انتهى عند خط عرض 22 لكن في الاتفاقية 1899 وقتها كان البلدان تحت سيطرة الحكم البريطاني مصر والسودان إنه حلايب تابعة للجانب المصري لكن نفس المعلومات المصرية تقول في عام 1902 قررت الإدارة السودانية التي أصلا كانت إدارة استعمارية قررت تبعية حلايب إداريا للسودان باعتبار أنه حلايب أقرب للسودان من مصر هذا هو نفس التكييف الذي بمجيبه أعادت مصر جزيرتي صنافير وتيران إلى المملكة العربية السودية باعتبار أنهما كانت إداريا يتبعان للسودان حاولت مماثلة وضع الجزيرتين نعم وهذه معلومات مضللة ولكن حتى السفير السعودي بمصر عندما أدل بهذا التصريح هو شعر بأنه لم يكن متأكدا تماما فقال حلايب مصرية تحت الإدارة السودانية إن لم أكن مخطئا هذا هو أصل القضية الذي تحاول الآن مصر إدخال المملكة العربية السعودية كطرف سالس كطرف سالس يعني يشهد بأنها بأن حلايب مصرية طيب أستاذ حيدر يعني مصر رفضت كل الحلول التي وضعتها الخرطوم في منضضة الحوار والمفاوضات من أجل حل هذه القضية الشائكة مصر رفضت كل الحلول المطروحة من قبل الخرطوم في المقابل الخرطوم تضع في مضابط الأمم المتحدة هذا التوصيف الذي يدل فعلا على أن العلاقة ما بين السودان ومصر دخلت في نفق يعني يمكن وصفه بالواقع المأزوم إلى أين تتجه الأمور بين مصر والسودان في ظل هذه المطيات نعم نعم دعني أقول لك في البداية أن مصر رغم الدعاوي الأخيرة هذه الدعاوي الأخيرة لم تكن لها أي صلة أو علاقة بحلايب طوال هذه السنوات الطويلة إلا في العام 1995 ودخلت حلايب كرد فعل للحادثة الشهيرة بمحاولة اقتيال الرئيس المصري حسن مبارك السابق الأسبق حسن مبارك كرد فعل على هذه الحادثة لم تكن لها أصلا أي علاقة بدأت منذ 1995 باحتلالها بدخولها إلى حلايب وبعد ذلك استمرت في مسألة التمصير حتى اللحظة نعم صحيح أن مصر رفضت كل المبادرات وكل أشكال الحلول المطروحة من تحكيم من محكمة من مفاوضات مباشرة وده واضح جدا أنه عندما لا يكون معك الحق فمن الصعب أن تخضع لتحكيم أو تخضع لمفاوضات أو حتى لتحكيم دولي واضح جدا أنه يعني هي لا تملك لا تملك الحجج لا تملك الأدلة لا تملك الشواهد كلها التي يعني تؤكد تبعية مسلس حلايب اللي هو يشمل حلايب وشلاتين وأبورمات لا تملك أي شيء يؤكد تبعية هذا المسلس ولهذا تتهرب من كل هذه المبادرات وكل أشكال الحلول المطروحة فمؤكد أنها عندما تعجز يعني عن تقديم أي أدلة أو براهين أو حجج قانونية أو تاريخية أو جغرافية أو غيره ستحاول أن تتفادى مثل هذه الحلول المطروحة طيب أستاذ حيدر حملت الأخبار في الأسبوع الماضي عن قتل عشرة سودانيين برصاص الجيش المصري في مثلث حلايب وقبل ذلك كان هناك خبر عن طرد عدد من المعدنين السودانيين الموجودين على أرض حلايب هذا التصعيد المصري ألا يغلق الباب أمام الحلول الدبلوماسية لحل هذه القضية الشائكة هو مؤكد نعم يغلق أي باب للتفاوض وكما ذكرت هي أصلا ممتنعة عن الدخول في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة أو أي شكل من أشكال الحلول المتاحة هي ترفض ذلك تماما لكن على كل حال نعم صحيح الوضع مؤسف جدا والوضع متأزم جدا ووصل مرحلة كل هذه الممارسات التعسفية لدرجة قتل قتل الأرواح وهذه ليست الحادثة الأولى وإنما حوادث كثيرة جدا مضت فيها ولكن على كل حال حتى الآن الجانب السوداني يتحلى بضبط النفس وبالصبر ولن يصعد الأمر في تقديري لن الأمر لن يتصعد إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين وإنما ستحاول الحكومة السودانية الصبر على مثل هذه الاستفزازات والمضيء بالقضية في إطارها القانوني والدولي إلى النهاية نعم